الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونتني عليه وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير سورة يونس نتناول فيه عدد من آيات هذه السورة التي فيها محاجة للمشركين ومخاطبة لهم وإبطال لطقتهم في صرف العبادة لغير الله جل وعلا فلعلنا نستمع لبعض الآيات في من هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات شيئا من الجدال والمحاجة مع المشركين في قضايا أصلية كقضية إفراد الله بالعبادة وكقضية صحة القرآن ونسبته إلى الله جل وعلا فأما في القضية الأولى فإن المشركين يقرون أن الله هو المتصرف في الكون وأنه جل وعلا هو الرزاق ويقرون بأنه جل وعلا هو الذي يملك أسماعهم وأبصارهم فهم مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم مع ذلك يصرفون العبادة لغير الله فجاءت الآيات لمحاجتهم فكأنه يقيم عليهم الحجة بأنكم إذا اعترفتم أن الله هو المتصرف في الكون فعليكم حينئذ أن تفردوه بالعبادة لأنه يأمركم بذلك ولذا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من يحذر لكم الأرزاق التي تنعمون بها فهذه الأمطار تأتيكم من السماء رزقا لكم فمن الذي ينزل المطر غير الله جل وعلا فمن أنزل المطر وجب عليكم أن تعبدوه وهكذا انظروا إلى ما في الأرض من أرزاقكم من مثل النبات الذي يخرج من هذا الأرض والأشجار التي تنبت فيها ومن مثل كنوز الأرض التي أو دعها الله جل وعلا فيها فالله هو الذي وضع هذه الأمور في الأرض وحينئذ عليكم أن تفردوا الله بالعبادة كما أنه يرزقكم من السماء والأرض ثم هذه الأسماع التي تسمع الأصوات وتميز بينها من الذي يملكها من الذي أعطاكم إياها ويأخذها منكم هو الله فمن تفرد بملك ذلك وجب عليكم أن تفردوه بالعبادة وهكذا الأبصار التي يشاهد الناس بها جميع ما في الكون هي هبة من الله سبحانه وتعالى ومن ثم من وهبها ومن تصرف فيها ومن يحجبها عن بعض عباده متى شاء وجب أن يفرد بالعبادة فلا تصرف العبادة لأحد سواه ثم انظروا إلى شيء عظيم بينما كائنات ميتة فإذا بها يخرج منها ما هو حي أليس التراب من الأموات ومع ذلك يخرج منه النبات وهكذا نجد أن بعض ما في الكون يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت هذا العسل الذي ذي تأكلونه ميت خرج من النحل الحي وهكذا وفي أمور كبيرة من أمور الكون يخرج فيها الميت من الحي ويخرج الحي من الميت بتدبير الله جل وعلا فمن فعل ذلك وجب أن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم من الذي يدبر الأمر ويتصرف في الكون بينما هو على حال فإذا به على حال مضاد له مرة بالبرودة وأخرى بالحرارة ومرة بالنور ومرة بالظلمة ليلا ونهارا وهكذا في تصريف أحوال الناس من الذي تصرف في هذا أنتم تقرون بأنه الله فإذا كان الله هو المتصرف في هذا الكون والمدبر لأموره فكيف لا تعبدونهم وحده جل وعلا هم سيجيبون الله بأن الله هو الذي يفعل هذه الأمور فيقال لهم فيقال لهم إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي يفعل هذه الأمور وهو الذي يخلقها فحينئذ كيف تتوجهون بالعبادة لمن لا يشارك الله في شيء من خلقه فإذا فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أي ألا تخافون الله الذي يتصرف في هذه الأشياء التي ذكرت لكم ألا تخافون من الله أن يمنع رزقكم وألا تخافون من الله أن يلغي أسماعكم وأبصاركم وألا تخافون من الله أن يمنعكم من الولد ويمنعكم من ما يأتي إليكم ألا تخافون من الله أن يدبر عليكم من تدابير الكون ما يكون ملحقا للهلاك أو على الأقل الضرر بكم فمن هنا اتقوا الله بعبادته لأن لا يقلب عليكم هذه الأمور فذلكم الله من صنع هذه الأمور هو الله جل وعلا ربكم أي الذي تولى أموركم فهو يربيكم وينعم عليكم بصنوف النعم فهو ربكم الحق الذي لا يوجد أحد معه شريك ولا متصرف فإذا تأملتم في هذا وعلمتم أن الحق لله في تصرفه في الكون وفي وجوب عبادته بالتالي كيف تتوجهون لغيره جل وعلا بالعبادة فماذا بعد الحق أي لا يوجد بعد الحق الذي هو وجوب إفراد الله أي كيف تبتعدون عن هذا الحق الذي قامت حجته وبراهينه عليكم ثم قال لكن الإشكال في القلوب التي بين جنبات الناس حينما يأتيها الحق فلا تستجيب له وما ذاك إلا لما في قلوبهم من خبث يجعلهم لا يقبلون الحق ولذا قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أي سنة الله ماضية بأن من كان قلبه مشتملا على الباطل قد أشرب به وخرج من الحق إلى السوء والباطل فجرت سنة الله في الكون أنه لا يؤمن بصرف العبادة لله جل وعلا وحده ثم جعلهم يتأملون في معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله سواء من الأحجار والأصنام أو من غيرها من المخلوقات انظروا إليها هل من شركائكم أي من معبوداتكم من يبدأ الخلق أن ينشئ الناس ويخلقهم خلقا على جهة الابتداء لا يوجد أحد من هذه المعبودات تفعل ذلك وإنما الذي يخلق الخلق هو الله جل وعلا وهكذا هل من هذه المعبودات من يعيد الخلق مرة أخرى فيبث الحياة في الجسد بعد موته لا يوجد أحد إلا الله جل وعلا فالله هو الذي يخلق الخلق ابتداء ويوجد الناس من عدم أصالة وهو جل وعلا الذي يعيده فيحييهم مرة أخرى وحينئذ أن توفكون أي كيف تبتعدون عن فهم هذا الدليل وتجعلون من شانكم التكذيب بالحق والسير على الإفك والباطل ثم جاء لهم بدليل آخر يدلهم على بطلان عبادة معبوداتهم من دون الله فقال اسألهم وقل لهم هل من شركائكم أي هل يوجد أحد من معبوداتكم من يهدي إلى الحق فيجعل الإنسان يقبل بوجوب عبادة الله وبالسير على الهدى هل من شركائكم من يهدي إلى الحق سواء كان ذلك بهداية التوفيق والإلهام أو بهداية الإرشاد والدلالة فإنها لا تهدي بأن توفق بعض العباد إلى الحق وهي أيضا لا تبين الحق ولا توضحه وإنما ذلك إلى الله ولذا قال قل الله يهدي إلى الحق يهدي للحق وإذا كان الله هو الذي يهدي للحق فحينئذ نعلم أنه المتصرف في الكون الذي يجب أن يفرد بالعبادة فقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه ولذا قارنوا بينهما قارنوا بين الله الذي يتصرف في الكون ويهدي من يشاء من عباده ويوضح للخلق الحق وبين هذه المعبودات التي لا توضح حقا ولا تهدي أحدا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وهو الله أم من لا يهدي يعني لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون حكمكم بصرف العباد لغير الله مخالف لدلالة العقل ومخالف للفطرة وحينئذ بيّن الله جل وعلا أن هؤلاء المشركين إنما يسيرون على ظنون فاسدة وإحتمالات غير مبنية على دليل ولذا قال وما يتبع أي أن أكثرهم لا يسيرون على حجة ودليل صحيح وإنما يتبعون ظنونا كاذبة غير مستندة إلى أدلة وما يتبع أي لا يأخذ أكثرهم بالدليل الصحيح وإنما يسيرون على وفق ظنون غير مبنية على أدلة وحينئذ نعلم أن هذا الظن وهذه الاحتمالات التي في نفوسهم لا تغني من الحق شيئا ولا توصل إلى الهدى ولا تنجي صاحبها من العذاب ولو في شيء يسير وحينئذ نعلم أن الله جل وعلا مطلع على العباد يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكم باهرة فهذه قضية التوحيد وهي قضية عظيمة قد جاءت النصوص بها مع أنها قضية سهلة يسيرة ولو قيل للموحد في هذه القضية لما ظن أنه سيوجد أحد يخالف فيه إفراد الله بالعبادة وهو الخالق الرازق المتصرف في الكون جل وعلا ولكن لله حكم في وجود من يتركون مقتضاء الأدلة ولا يسيرون على موجب العقل فيظلون ويظلون وأما القضية الثانية فمتعلقة بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم فهذا القرآن تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على قومه فكان فيه الأدلة والبراهين والأحكام التي تنظم حياة الناس وفيه من الدلائل والبراهين على صحته الشيء الكثير فهذا الكتاب معجز في لفظه معجز في خبره معجز في جميع أمره وبالتالي تتعجب من موقف هؤلاء الذين لا يستجيبون لحجج هذا القرآن ولذا قال وما كان هذا القرآن أي أن هذا القرآن الذي بين أيديكم وهو كلام الله وكتاب الله جل وعلا ما كان له أن يفترى أي أن يؤتى به على الكذب وعلى الباطل من دون الله فإن الله عز وجل لا يجعل كتابا ينسب إليه يتضمن شرائع كاملة وأحكام عديدة ويسري في الناس هذه القرون المتطاولة وهذه الأزمنة العديدة بدون أن ينزل عقوبة من عنده على من كذب عليه وأنت لا ترضى أن يكذب عليك أحد حتى ولو كان في الشيء اليسير فالله جل وعلا لا يرضى أن يكذب عليه بالكذب المستمر الذي يبقى عصورا متطاولة وقرونا متعددة وحينئذ نعلم أن هذا الكتاب من عند الله جل وعلا وما كان له أن يفترى أي أن يكذب من دون الله جل وعلا ولكن هذا الكتاب فيه تصديق ما بين يديه فقد جاء ذكر هذا الكتاب وهذا النبي في الكتب السابقة فتنزيل هذا الكتاب تصديق لما في تلك الكتب فهو قد جاء به ما يصدق تلك الكتب السابقة وكذلك هذا الكتاب فيه تفاصيل الأحكام وفيه ما يصلح أحوال الناس من الأحكام التي تتعلق بهم وحينئذ من تأمل فيه وجد أنه الحق الذي لا شبهة فيه ولا شك فيه ألبتة لا ريب فيه من رب العالمين فهو كلام من تولى تصريف شؤون الكون ورب الخلق بجميع أصنافهم من الإنس والجن والحيوان والطير والنبات وحيوان البحر فهو جل وعلا الذي يربي هذه المخلوقات جميعا ويتولى تصريف أمورها وشأنها ولذا من رب هذه المخلوقات ويتولى تصريفها فهو قادر على إنزال العقوبة بمن كذب عليه الكذب المتطاول ثم قال إنهم من إفكهم وافترائهم يقولون بأن هذا القرآن مفترى وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترعه وابتدأه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش معهم سنين متطاولة لم يكن منه شيء من ذلك ولم يعرف عنه خلال أربعين سنة قبل بعثته أنه جاء بمثل هذا الكلام ولذا كانوا سابقا يسمونه الأمين ويعرفون صدقه وحينئذ جاءهم بحجة عظيمة ألا وهي أنكم إذا كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن مفترى فأتون بمثل هذا القرآن أو يأتون بعشر سور مثله أو يأتون بسورة واحدة مثل هذا القرآن لنقارن بينه وبين هذا القرآن ليعرف ما لديكم من الإفك والإفتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإذا أتيتم بسورة نعرضها على الناس ونقارنها بما في هذا القرآن وننظر هل يصدقكم أحد في مقالتكم وهل يستجيب لكم أحد فيؤمن بأن هذا قرآن وكتاب من عند الله جل وعلا ولكن الشأن أنهم يبادرون إلى التكذيب بدون التفكر فيما يدعون إليه مباشرة من جاءهم بأمر يخالف طريقتهم وطريقة أبائهم بادروا إلى تكذيبه وعدم القبول منه ولذا قال بل كذبوا يعني السبب الذي جعلهم لا يصدقون هذا الكتاب ولا يستجيبون له أنهم بادروا إلى رد هذا الكتاب قبل التفكير فيه والتأمل في حججه وبراهينه ولذا كان من شأنهم أن يكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يعرفوا حقيقته وما فيه من العلم ولما يأتهم تأويله يعني حقيقة ما يأول إليه وما يصير إليه هذا الكتاب لم يصل إليهم وهذا يشمل أمرين الأول حقيقة ما وعد الله به من دخول المؤمنين للجنة ودخول الكافرين للنار فإنهم متى شاهدوا هذه الحقيقة أدعنوا وصدقوا في وقت لا ينفعهم فيه الإيمان وكذلك من معانيها أن هذا الكتاب قد دل على أن النصر سيكون لأصحابه وعلى أن التمكين سيكون لهم وعلى أن الرزق سيكون لأهل هذا القرآن ودل على أن أهل هذا القرآن هم الذين سيبقى ذكرهم كما قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكما قال جل وعلا في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وكما قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج للناس والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وكما قال من عمل صالحا من ذكر أو هنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكما قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وكما قال إن شانئك هو الأبتر وحينئذ نعلم بأن تأويل هذا الكتاب شاهدناه في الدنيا وسنشاهده في الآخرة وحينئذ يقال لهم كما كذبتم بهذا الكتاب وبدعوة التوحيد التي تضمنها هذا الكتاب فقد وجد في الأمم السابقة من فعل مثل فعلكم فكانت عاقبته أن نزلت به العقوبة الشديدة في الدنيا وانظروا إلى تواريخ الأمم السابقة ممن جاءهم أنبياء من أنبياء الله فكذبوهم ولذا قال لهم كما كذبتم كذب من قبلكم ولم يؤمنوا بالرسل وحينئذ تأملوا ما وقع عليهم من العقوبات وبالتالي ليكن عندكم من العقل ما يجعلكم تخشون أن ينزل بكم من العقوبة مثل ما نزل بهم فإنهم كانوا ظالمين بتكذيب الأنبياء وأنتم قد كذبتم الأنبياء وهذا من أشنع أنواع الظلم وبذا تحروا العقوبة إن لم تستجيبوا لدعوة الحق وهكذا نصر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وألحق الهزيمة بهؤلاء المعاندين المكذبين وجعلهم صرعا في معارك متعددة ومع أنهم حاولوا أن يكيد الإسلام بأنواع المكائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله جل وعلا نجاه من نجاه من مكائدهم ثم قال هؤلاء قومك منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن وبالتالي من آمن فينتظر الجزاء الحسن ومن لم يؤمن فلينتظر العقوبة الشديدة في الدنيا مع العقوبة الأعظم في الآخرة وقال وربك أعلم بالمفسدين أي أنه جل وعلا مطلع على ما في القلوب ويعلم مقاصد الخلق وحينئذ خاطب الله نبيه بأن يعلم أنهم لن يضروه شيئا ولو كذبوه ولو مكروا به ولو وقفوا في وجهه ولذا قال فإن كذبوك أي لم يصدقوك في دعوة التوحيد ولم يقبلوا ما جئت به من البينات والهدى في هذا القرآن العظيم فحينئذ قل لهم أنتم لوحدكم ونحن لوحدنا وكل يسير على طريقته وسننظر لمن تكون العاقبة وأنتم أيها ألي أخوة الأعزاء تشاهدون لمن كانت العاقبة أين ذهب المشركون وأين مكانهم لم يعود لهم ذكر ولم يعود لهم دولة ولا مكانة ولا مال ولا شيء بينما أهل التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى جلا ومن تبعهم انتشرت دولتهم وأصبحوا سادة الدنيا وهكذا سنة الله ماضية في هذه الأمة متى تمسكت بكتاب الله وعادت إلى شرعه جعل الله لها الخير والبقاء والنماء وجعل لها الأرزاق الحسنة والقوة العظيمة والنصر على الأعداء وإذا ابتعدت عن شرع الله تتابعت عليها العقوبات يمهلهم قليلا لعلهم يعودون ويرجعون إلى الله فإن لم يعودوا نزل بهم العقوبة ولذا قال فإن كذبوك في دعوة التوحيد في دعوة التوحيد وفي الإيمان بما في هذا الكتاب فحينئذ انتبرأ منهم وقل لي عملي فأنا سأستمر في الاستجابة لأوامر الله ولكم عملكم في طريقتكم وعبوديتكم لغير الله أنتم بريؤون مما أعمل وأنا بريء أي أتبرأ وأخلص نفسي من تبعات عملكم الذي قأقدمتم عليه وبالتالي أنا بريء مما تعملون ثم ذكر منهم جل وعلا طائفة يأتون فيستمعون القرآن ينصتون لهذا الكتاب يتعجبون من بلاغته ويتعجبون فيه من الكلام العظيم والمعاني الكبيرة ولكنهم مع ذلك لا يستجيبون له وما ذاك إلا أن عقولهم قد أغلقت وأن أسماعهم قد منعت من أن تنتفع بما تسمعه من الذكر الحكيم ولذا هذا تدبير الله فهو يهدي من يشاء ويظل من يشاء وأراد أن تقوم عليهم الحج بذلك ولذا فوكل أمرهم إلى الله فإنك لا تستطيع أن تجعل الناس يسمعون سماع ما ينفعهم ويعود عليهم بالخير ولو كانوا لا أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون هؤلاء الإشكال الإشكال ليس في السمع فهم يسمعون لكن الإشكال عدم وجود العقل الذي يجعلهم يستبصرون الهدى الوارد في هذه الآيات قال ومنهم من ينظر إليك إما أنهم يشاهدونك ويشاهدون ما معك من الحق أو يشاهدون حفظ الله لك وتأييده لك ومع ذلك تستغرب من كونهم يشاهدون الحق ويشاهدون نصر الله لنبيه ومع ذلك لا يهتدون وبالتالي اعلم أن الهداية بيد الله وأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ولذا قال أفأنت تهدي العمي فمن كان أعمى فإنه لا يمكن أن يهتدي أو أن يعرف الطريق ولو كانوا لا يبصرون أي لا يشاهدون الحق ويؤمنون به ففي هذه الآيات تقرير أن الرزق بيد الله وأنه جل وعلا هو الرزاق وبالتالي يجعل هذا الإنسان لا يلتفت في رزقه إلا الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك فالرزق بيد الله الله هو الذي رزق وليس الخلق ومن ثم علق قلبك بالله جل وعلا وفي هذا وجوب أن يشتر الإنسان ربه على ما رزقه من نعم الدنيا وفي هذه الآيات التذكير بأن السمع والبصر مملك لله جل وعلا ومن ثم على العبد أن يحفظ جوارحه فلا يسمع ما حرم الله ولا يشاهد ما منع الله من مشاهدته وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله جل وعلا على خلق المتضادات من بعضها فهو يخلق الشيء من ضده كما يخلق الحي من الميت ويخلق الميت من الحي هذه البيضة التي تتناولها خرجت من الدجاجة الحية أمر عجيب من تدبير رب العزة والجلال وفي هذه الآيات التذكير بأن المتصرف في الكون هو الله جل وعلا ومن هنا فيجب على العبد أن يفرد الله بالدعاء فلا يصرف شيئا من الدعاء لغير الله كائنا من كان وفي هذه الآيات أن مشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وهو أنهم يقولون بأن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر ومع ذلك لم يدخلوا في دين الإسلام حتى يقروا بتوحيد الأولوهية بوجوب عبادة الله جل وعلا وبالإقرار بأن عبادة من يعبد من دون الله باطلة وبالتالي نعلم أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فإنه لم لن ينجو يوم القيامة وفي هذه الآيات ترغيب الناس في أن يفرد العبادة لله وأن لا يصرف شيئا منها لغيره لأن ذلك من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه وفي هذه الآيات أن من تفكر في الكون دعاه ذلك إلى تقوى الله وخشيته والحذر منه جل وعلا وفي هذه الآيات التذكير بأن الله هو رب الإنسان ورب الناس وبالتالي عليهم أن يربطوا قلوبهم وأن يعلقوها به جل وعلا وفي هذه الآيات دلالة على أن الحق مع أحد المختلفين وأن الصواب هو في أحد الأقوال وليست كل الأقوال حقا وهذا كما يشمل العقائد يشمل الفروع فالمصيب واحد ومن عداه مخطئ ولذا قال فماذا بعد الحق يعني الصواب إلا الظلال يعني الخطأ وفي هذه الآيات وجوب أن يتوجه الإنسان إلى الأدلة ليستنبط منها وليفقهها وليستفيد منها ولتوجهه في حياته كلها وفي هذه الآيات أن من أراد الله ظلاله جعل له من الأسباب في أفعاله ما يزين به له في الباطل بحيث لا يستجيب لدعوة الحق لحكمة يراها جل وعلا ولذا حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وفي هذه الآيات المقارنة بين الحق والباطل والمقارنة بين دعاة الحق ودعاة الباطل كما قارن الله جل وعلا بينه وبين معبوداتهم التي تعبد من دون الله من أجل أن يعرف الفرق بينهم وفي هذه الآيات الإقرار بأن الله هو الذي يبدأ الخلق ويعيده وبالتالي نعلم فضله جل وعلا وفي هذه الآيات إبطال عبادة من يعبد من دون الله بتذكيرهم أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر ولا تتصرف في الخلق ولا تخلق شيئا ولا تهدي إلى حقا وفي هذه الآيات التذكير بأن الهداية بيد الله وأنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سواء هداية التوفيق والإلهام أو بما أنزله الله من الشرائع لتكون هداية دلالة وإرشاد وفي هذه الآيات أن المعبودات التي عبدت من دون الله لم تصل إلى درجة الهداية حتى تتمكن من بث هذه الهداية في قلوب الخلق وفي هذه الآيات تحريم الاستناد على الظنون غير المبنية على أدلة وأن هذه الظنون مما يقال له أوهام واحتمالات لا يجوز للإنسان أن يبني معتقده عليها وفي هذه الآيات أن هذه الاحتمالات المجردة لا تفيد الإنسان حقا ولا توصله إلى الصواب وفي هذه الآيات سعة علم الله فهو لا يخفى عليه شيء من أحوال بني آدم وأفعالهم كما أن في هذه الآيات عظم القرآن العظيم فهو كلام الله ورسالته التي أرسلها إلى بني آدم فيه نجاتهم وصلاح أحوالهم وفي هذه الآيات أن القرآن من عند الله جل وعلا تكلم به سبحانه حقيقة وفي هذه الآيات أن من كذب على الله فلا يمكن أن يستمر في كذبه ولا يمكن أن ينخدع به الخلق الكثير فيما كذبه على الله جل وعلا فإن الله يغار من أن يكذب عليه ثم لا ينزل العقوبة بالكاذبين وفي هذه الآيات الإشارة إلى عدد من الأدلة الدالة على حجية هذا الكتاب وصحة الرسالة التي اجتمل عليها فمن أنه لو كان كذبا لما رضي الله أن يكذب عليه ولأنزل الحقوبة بمن تبنى نسبة هذا الكتاب إلى الله جل وعلا ثم هذا الكتاب مصدق لما ورد في الكتب الصاء السابقة سواء في وعده بهذا الكتاب وهذا النبي أو فيما أخبر به من الأخبار فإنما وجد في التوراة والإنجيل من أخبار الماضيين أو أخبار موسى وعيسى نجد تصديقها في هذا الكتاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يكن له معرفة سابقة بهذه الكتب ومما يدل على صحة هذا الكتاب ما اجتمل عليه من الأحكام العظيمة التي تصلح بها أحوال الناس وتنتظم بها أمورهم ومما يدل على صحة هذا الكتاب أن الإنسان كلما أمعن النظر فيه ازداد يقينا و ازداد علما وبصيرة ومما يدل على صحة هذا الكتاب عجز المشركين العرب الأقحاح الأفذاذ الفصحة من أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة مفترا الله وفي هذا من البينات أن هذا القرآن قد جعل الله له القبول في الأرض فيقبله الناس ويكثر من يؤمن به ويستجيب لدعوته فانظر إلى من دخل في هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها وانظر إلى حال من يسلم في وقتنا الحاضر فمع ضعف أهل الإسلام ومع ما ينالهم من أمور متعلقة ب قتلهم واتهامهم وتشوي سمعتهم ومع ذلك نجد أن من يؤمن به في كل يوم أعداد هائلة فسبحان من جعل لهذا الكتاب قبولا في قلوب الخلق وفي هذا وفي هذا أيضا بيان أن سبب تكذيب من كذب به هو اتباعهم لآبائهم أو عدم نظرهم في هذا القرآن وعدم تأملهم وتفكيرهم فيه ولذا كان تكذيبهم لهذا القرآن ولهذا النبي ناتج من الجهل وعدم معرفة ما في هذا الكتاب ومن ثم فنحن في أشد الحاجة إلى الإكثار من كراءة القرآن ومن جعل الناس مؤمنهم وكافرهم يقرأ هذا القرآن ويتأمل ما فيه من الحجج والبراهين وفي هذا أيضا دلالة واضحة بالنظر فيما يأول إليه حال أتباع من النصر والتمكين قد يصيبهم بأول الأمر ما يصيبهم من أجل ابتلائهم واختبارهم ومعرفة صحة إيمانهم ولكن العاقبة تكون للمتقين وفي هذه الآيات الاستدلال بأحوال الأمم الماضية التي كذبت بأنبياء الله وكتبه فلم يغن عنها هذا شيئا ونزلت بهم عقوبة الله فمن كذب بهذا الكتاب كما كذب أولئك فلا يستغرب أن تنزل به عقوبة تماثل العقوبة التي نزلت بأولئك وفي هذه الآيات التذكير بأن الله يقدر من يؤمن بهذا الكتاب وهذه الرسالة ويقدر من لا يؤمن بها لحكم يراها جل وعلا من استمرار الدعوة إلى الله ومن وجود عبادة الصبر ولقيام عبادات متعددة أخرى وفي هذه الآيات أن عدم الإيمان إفساد في الأرض ولذا قال ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وهذا فيه إشارة إلى أنهم إذا لم يؤمنوا فستنزل بهم العقوبة التي قدرها الله جل وعلا على المفسدين وفي هذه الآيات البراءة من الشرك وأهله وإعلان الموقف الصريح بعدم إقرار حال المشركين وعدم سحة ما هم عليه من مخالفة للشريعة وهكذا من كان على غير دين الإسلام فإننا حينئذ نظهر له مخالفته للحق ونبين له المنهج الصحيح الذي نسير عليه بوضوح وجلاء بدون أموض ولا خفاء وفي هذه الآيات من الفوائد أن المؤمن معتز بدينه مظهر لشعائر هذا الدين لا يخاف من أحد إلا الله جل وعلا وفي هذه الآيات الترغيب في سماع القرآن سماع تعلم وأخذ لأحكامه والسفاد من آياته ومعانيه وفي هذه الآيات أنه لا عبرة بالسماع والاستماع المجرد حتى يكون معه تفكير صحيح وتأمل في معانيه ودلالاته وفي هذه الآيات التنويه بدور العقل في فهم النصوص فالعقل آلة قد جعلها الله في الإنساب يتمكن بها من التأمل في الحق والتفريق بينه وبين الباطل وفي هذه الآيات أن بعض من يستمع للقرآن يستمعه من أجل معاندته وكشف تناقضه وخطأه بزعمه وبالتالي فإنه لا يهتدي به ولا يستجيب لدعوته لأنه لم يستمع له أو لم يقراه من أجل معرفة الحق من الباطل وإنما دخل في ذلك على جهة العناد وعلى جهة التكذيب له وعنده رأي مسبق مخالف له وبالتالي عسر عليه أن يترك معتاده وألفه وفي هذه الآيات أن العبد متى تبصر في وقائع الدنيا علم صحة هذه الرسالة بما يجعله الله لأهلها من نصر وتمكين ورفع درجة وإعلاء منزله وفي هذه الآيات أنه لا عبرة بالنظر المجرد ولا بالرؤية العينية المجردة حتى يجعل الإنسان معها ما يقارن به بين الأحوال وما يميز به حقيقة ما يشاهده ويراه وبالتالي يكون عنده من القدرة على تمييز الحق بما نظر إليه نظر تبصر واسترشاد وتأمل وتفكير بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعل عاقبتها إلى خير بفضله وإحسانه ومنه جل وعلا كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا حميدا وأن يجعلها موفقة في كل أمورها اللهم اجعلهم متمسكين بكتابه متأملين معانيه متفكرين في حججه وبراهينه سائرين على تعليماته ومكتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك كما نسأله جل وعلا أن يحمي يا أخواننا في فلسطين من مكائد أعدائهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم وأن يرد هذا العدو ردا خاسيا على عاقبه كما نسأله جل وعلا لإخواننا هناك أن يسد الله جوعتهم وأن يحميهم من عدوهم وأن يمكنهم منهم كما نسأله جل وعلا أن يتولى شأنهم كله اللهم آوهم اللهم أطعمهم اللهم اشفي جرحاهم اللهم تول شأنهم كله هذا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اشفي اشتركوا في القناة شكرا